ايها المتابعون ايها المتابعات السلام عليكم مرحبا تلكم جميعا مرحبا بالمشاركات و المشاركين في القناة أمرحبا بالمقاطعين والمقاطعات كان هنا والمقاطعين والمقاطعات على النجاح اللي حقوه في هذه المسيرة المقاطعية ويعني شيء جميل وتحية خاصة لكل المختطفين في المغرب تهانينا لجميع الشباب اللي كيخرجوا ويرفعوا صوتهم ضد الظلم وضد العدوان من نظام فاشل نظام فاشي نظام ديكتاتوري نتمنى له الزوال قريبا إن شاء الله الموضوع اللي بغيت نخطر عليه اليوم وهو الأستاذ تيجيني أستاذ تيجيني كنشوفه مؤخرا في هذا الفيديو هذا خاصر في هذا الفيديو نضم القناة على اليوتيوب لأشكين بريس أشكين يقول لهم هاد السيد هذا أنا ما تهم لي شون تيقول لأنه بعد ذاكن قبل ما قادر نرد عليه قال لهم أن الفيسبوك يعني هادش اللي كي ترى في الفيسبوك كان غير في المغرب كنسمعوه شابب الفيسبوك ولا توراة الفيسبوك قال لهم كان هادش غير في المغرب قال لي من ناس مثلا في الخارج متقفين علينا ووعين علينا ومربين علينا ولكن تيجيني ما تسألش علش هادوك الناس مثلا متقفين علينا ومتعلمين علينا ومربين علينا علش؟ لأن الأنظمة اللي كي يعيشوا فيها أنظمة ديمقراطية سمحات لها هادوك الناس يتعلموا بنات لهم مدارس محترمة علماتهم تعليم محترم ماشي خمسين واحد في القسم كيتوفروا على الحياة الكريمة وهذه الظروف كتخلي الإنسان كي يكون متربي كتخلي الإنسان كي يكون متعلم كي يكون واعي ولكن النظام في المغريبي متوفروا على المغريبي ونريد أن يفهمه ونريد أن يتربعه لكي يستعمل هذه النقطة الضعف لكي يبقى مسيطر عليهم حتى إذا أردنا أن يدير الديمقراطية في المغرب يقولون لهم أن هذا الشعب لا يستهدف الديمقراطية هذا الشعب لا يقاريش ولا يقاريش ولا يقاريش ولا يقاريش كيف تقولون بها الخبيط لك واحد القادة أخرى قلت أن الفيسبوك في الدول المتقدمة يستعمل غير الاستعمال العائلي يعني غير الناس بصحابهم ولكن هنا أنتك الداب وخاصة من اللي قلت أمريكا وبوجودي في أمريكا وباستطلاعاتي الخاصة في ميدان الإعلاميات وفي ميدان السوشل الميديا كيفما كتعرف أستيجيدي أنا غادي نعطيك جزء المقالات كتهضر عليهم الصحف أمريكية على الآثار الإيجابية ديال الفيسبوك في الحياة السياسية وفي الحياة النضالية في أمريكا أمريكا فيها نضال أمريكا فيها مناضلين أمريكا فيها ناس يخرجوا تيطالبوا بحقوق تيطالبوا مثلا بحقوق المهاجرين كيطالبوا بالحريات تيطالبوا بالبيئة تيطالبوا بالقضاء على العنصرية مناهضة العنصرية كين يعني هد بهد بالفيسبوك باش ناضط مظاهرة كبيرة في جميع أنحاء كبيرة كنا عارفوا أن أمريكا قارة ماشي قد المغرب ولا قد بلجيك اللي كتقول لنا أنا عيش في أوروبا أمريكا قارة وبفضل الفيسبوك أمريكا كلها تخرج في نهار واحد بإعلاء الفيسبوك لأن الفيسبوك هو اللي يجتامعوا وكي يخرجوا يديروا مظاهرة في جميع أنحاء أمريكا وهنا سنعطيك جزء المقالات بلا ما سنعطيك بزاف دير المقالات سنعطي للناس هنا سنريد أن نبين الناس أن تأتي نكدب هذا الشيء اللي سنبين سنبين غير للإخواء المغاربة أن تأتي نكدب قلنا في فيسبوك ما كان يسمعوني بأمريكا شعباب فيسبوك ما كان سمعوني بأمريكا كي يسعبون الفيسبوك غير الناس العائلات حابهم بشي يطلقون ما كان يخرجوا معهم شي واحد ما كان يزعبه بحالة على ذلك هاشتاق ديال محاربة التحرش فين كينا ستأتي ني مين جات محاربة التحرش الجنسي في أمريكا لأمريكا كلها اللي قارة لقد أفريقيا كان لقوا الأمريكا كلهم تخرجوا في مظاهرات كيفية حتى تتلموا هذوك الناس وتجمعوه تجمعوه عن طريق الفيسبوك يعني إلاجة تنبيل لك ما زل خرجات أكبر مظاهرة في أمريكا لمناهضة العنصرية في السنة اللي فيتها على ذلك الشي اللي كانت في كانساس خرجت أمريكا كلها في نهار واحد عباش خرجوا خرجوا بالفيسبوك يعني الفيسبوك حتى أمريكا في نيضال أنا ما تقولش لأن أمريكا الردى ولا ما تقدمه أمريكا فيها نيضال شتي الناس المسؤولين في أمريكا كل صباح مليتي فيق تيمشي تقرأ الفيسبوك عشنو قالوا الناس فيه عشنو باش يطالبوا عشنو بغاو عشن هي الظروف المادية الظروف العمال كيفاش يتعاملوا في العمل ديالهم وطالبة اللي كي طالبوها هده 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 شعش الناس كيمشو كيشوفوا السوشل ميديا كيفما كانت تقول يوم داعا لا أمريكا من ناس ما غاعة ما كيتسوقوا الفيسبوك غاعة ما كيتضاء في فيسبوك نو كي النضال في أمريكا وبفيسبوك فيسبوك ديت تو امريكا ديموقراسي يعني اش كي يقول لك هنه هده المقال تيقول لك عشن ندار فيسبوك عشنو غير فيسبوك في الحياة الديمقراطية في أمريكا وتيقول كنه and why it was so hard to see it coming يعني تا واحد ما كانت يتخيل أن فيسبوك وأن هالتكنولوجيا الجديدة غادي تخلق تغيير في أمريكا يعني في انتخابات الرئاسية في الانتخابات ديال دياللي السيناتور في الآ في الانتخابات ديال المدينة في الانتخابات يعني خلقات يعني المدارس المدارس 플�sedbot ما هي المدارس في أمريكا المدارس Unf wack المدارس التانوية في أمريكا وإن they need to to meet AS فيسبوك الفيسبوك أو واحد البلاطفورم اللي لا يستعملو هالناس اللي لا عندهم مش مثلا واحد وسيلة بش غدي يخرج مثلا بش غدي ينشر الأخبار ديالو ولا باش غادي مثلا يوسع مثلا وحد المظاهرة يعني كي لقى الفيسبوك سهل هدا مقال انا وريك وحد المقال اخر هوا هنا يا فين هوا فين هوا فين هوا 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 باسيفيك ستاندر تيقول لك سيدي political activities in social media has grown some teeth تيقول لك سيدي النضال في في وسائل التواصل الاجتماعي ولا عنده سنان ولا كي يخلع تيقول سيدي social media is been galvanized to change public opinion mobilize activist and shape public policy يعني ان هاد وسائل التواصل الاجتماعي خلى المسؤولين تيبدلوا الرأي دي ما بقاش دوك المسؤولين مثلا تيبقى يعني تتغيير القوانين يعني الفيسبوك ساعد على تغيير القوانين في الدول المتقدمة خلى الناس كيفكر واحد تفكر اخر خلى المسؤولين ولو تيخدمو خلى يعني الناس ولو كي يجتامعو تيخرج في مظاهرات هذا الاب انا غا نخلي لك ستجيني الى كنتي ربا ما تسمع بهذا الخبر اللي كان لهاد هذا الفيديو اللي ما غا نسمعش ولكن غا نخلي لك سيدي الروابط ديال هاد جوز المقالات كين مقالات كثيرا نخلي لك سيدي الروابط ديال هاد جوز المقالات وقرأ عليهم على يعني التورة اللي اللي وقعت في امريكا بسبب النضال عن طريق السوشال ميديا او وسائل تواصل الاجتماعي هذا ماشي هو المهم الخطير الخطير في الامر الخطير في الامر وهو اللي غا نسمعوه دابا غا نسمعو تيجيني اشنو غا ديقول هذا هو عشان انا درت الفيديو شادش اللي يدر لكم فلور غير مقدمة ولكن الهدف الكبير هو اللي غا نسمعو دابا تيجيني اشنو غا ديقول لكم فوالا هانتو ما سمعو تيجيني اشنو غا ديقول لكم هنا ايا دمر دول انا يعني كان جتيغ لسون الدلغم وكان حاول نحسس المسؤولين هذا الدور ديال الاعلامي بحالي كان حاول نحسس المسؤولين بانه ما وقع في النقاش ديال المقاطعة ديال المواد الاستهلاكية ديال بعض العلامات التجارية والليبيين بانه هاد الشركات رغم انها امبراطورية اقتصادية ضخمة ولكن مع امره فكرة انها يعني تحمير اسها ضد واحد العدو اللي يعني فيغتويل فوالا لا ما غنزل في الفيديو سمعتو هنا شو قال لكم هذا تيجيني كيدافع على الشركات المقاطعة واللي هي شركة سنترال ضانون وشركة سيدوم علي وشركة افريقيا اللي يرجحهم امبراطوريات كبيرة وتيشغلون الناس وكذا وتيدافع عليهم وترجع الناس اللي شاركوا في المقاطعة كاعداء يجبوا محاربتهم تيجيني كيشاف كيشوف الناس اللي داروا المقاطعة في المغرب انهم اعداء ويجيبوا لاستعدادوا لهم تيقول دابا هذا تيقول الشركات الخراشي شركات مثلا تيقول لهم خذكم تستعدوا لان هاد المقاطعة راعدو خذكم تستعدوا لها يعني ماشي ماشي جا من طارق جا من من جنب الشعب وقال فوالا وداب المشكلة اللي وقع انه كيدخن في هاد الشركات انها امبراطوريات وكتخدم الناس والمواد الغدائية وكذا يعني السيد بين مخلص يعني بلا ما نهضروا عليها يعني السيد يا اما مخلص يا اما ده الاجهزة الامنية هي اللي مخليها مثلا يخرج يقول لنا هاد الخيطاب الرسمي اللي بين رسمي ويعني كانت مننا من الاخوة والاخوات انهم يسمعوا هاد الاخ اللي كيقول عراسه صحافي واحد القادة يخرج سمعتوش تيقول لهم تيقول لهم علاش اللي ما تحلوش قنوات جهوية في المغرب عبتولي تيجيني شنو بغير يدير هنا كيدرب على عراسه تيجيني علاش كيدرب مثلا الناس ديال الفيسبوك والناس ديال المقاطعة وكيدرب الناس مثلا لكي هاد الحملة الكبيرة وكيشوف مثلا هاد الافواج الكبيرة من المغاربة اللي كتمشي كنت تخذ الاخبار ديالها من الفيسبوك انهم مطيحوا عليها البق لانه هو متى واحد بقى كيشوف فيه وهاد الشرعة معروفة تيجيني الشي تيجيني الى بغيتي المغاربة يبقى ويطيقو فيك ولا بغيتي المغاربة يصدقوك ما تكونش منافق وكيكون غير كون غير نتا يعني انت بكتنافق انت عارف الواقع المغربية يشنو فيه انت عارف الوضعية ديال المغرب اللي كينو انت عايش في بلجيكا ما عرفش ان انت كيفيش واحد الانسان اللي عايش في بلجيكا وتيهتم وتيه صافر مبيل المغرب ببلجيكا يعني السيد ما عنده حتى شي مشكل في المغرب هلأش لماذا ما تدخش تسكن في المغرب مرة وضخف في مرة واحدة؟ هلأش لم الآن سلساكم في بلجيكا وكتمشي بعد الشركات وكذا وكذا يعني هنا باين انت تتيجيني باين خدمة المخابرات يعني المسألة باينها كنعرف هذا القادية لان المسألة باينها عادية عادية جدا لان ان انت بعدها كنو كنو تتصنطك في بلجيكا كنو كنو يتصنطك في بلجيكا كنو 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 تتصوق لك يعني ذلك القناة اللي حرك ماشي انت اللي حالة حال لها لك المخابرات المغربية وحال لها لك الفلوس الشعب وانتهى انت هناك تعبر لهم على الحب ديالك انك كترض لهم الجميل انك انت دا بك تحاولت تخدمهم تتقول لهم الشركات انها خاصة تستاعد وعادك تقول لهم خاصة المسؤولين ما ترين يلقوا شي حل هذك المسؤولين شكل يجابه ماس وحد القادية اخر اقوم سمعوا الفيديو باش سمعوا شنو قال قال الناس دير المقاطعة قالهم كاذيحين قالهم هذك الناس الفيسبوك وتدير المقاطعة ناس كاذيحين يعني اعداء يعني خصنا وكيف ما قال قالوا الوحد القادية اخر قالنا كالنا مثلا الامن الغدائي وكال الامن الروحي وخصنا دبال امن الالكتروني لم فهمت اش نكت عني بهذا القادية اشنو اجاب الان apareتش نجاب النادال في الفيسبوك الامن الالكتروني إذا ما تريد أن أقول بخير أنهم تتعاونه وفوضة من حمله في سلطة الفيسبوك وتمتلك الرئيسين هذا ما تريد أن أتفهمه ماذا تريد أن تقول بالأمن الغدائي والأمن الديني من نجلب أمن الديني والأمن الغدائي والأمن إلكتروني للنضال في وسائل التواصل الاجتماعي في تركيز هنا قد تدخل من شحبانه في رمضان كما تحدث الأمن الإلكتروني لن ي节يز شيء من علاقة المغرب ما المغرب لديه شيء بانك إلكتروني في الدول المتقدمة كان لقوا أن أي إنسان أي إنسان أي مواطن في الدولة متقدمة يمشي لأي مصلاحة يمشي لإدارة الضرائب ولا يمشي للمستشفى ولا يمشي للمقاطعة يعطيهم اسميته ويخرجوا له ذلك الشيء اللي يبغى ويخرجوا له المعلومات كلها ما نحن لدينا شيء مغريبي متى؟ كي شيء مغاربة اللي ما معروفينش ما محسب منه مغاربة وانت هنا قد تدخينه في شعبانه في رمضانه أنا غير ما فهمت أنت بهذا النوع هذا انت خدام عايش ديرك شيء برنامج الأغاني ديرك شيء برنامج فني وما هذا القادية اللي دخلت بها المغاربة عاقوا بك اشتب حالك نزاو المغاربة عاقوا بهم انت هاد الأفكار اللي كتجيب رمغات تاكل والو وانت ذا بغادي من اللي ازتيما تنا قلت المقاطعين أنهم كادحين وأنهم أعداء ديال الوطن وأعداء ديال الشركات غير زتقس التراسك يعني من الأحسن سير بدل شي حاجة أخرى ستلقى واحد طبقة مثلا من العياشة اللي غيبقى يتصمت لك ولكن الطبقة الغالبة في المغرب رمش هي العياشة الطبقة الغالبة في المغرب هما الطبقة الكادحة هما اللي كتسبهم لك كتقول طبقة كادحة وكتقول أعداء القادية الأخرى اللي اللي آثارت الانتباه ديالي وهي أنك كتقول أن المسؤولين خصهم ياخذوا الحيطة يعني ما عرفش العلش غي ياخذوا الحيطة المسؤولين رمش الشعب اللي حاطهم لم تكن مسؤولين لديهم الشعب الشعب اللي ياخذوا المسؤولين من يمكن أن يخذوا المسؤولين جدو cessدلا من الانتباه انتتخل دارني ابقى ما عرفش عندك معيس المغاربي المغرب اللي يكن أقتل على جديدا ممت implicار لا بسيط الاجبار جديدا ما الذي ن amiga إما إلا بغيت إلا بغيت. أنا لا أعرف ما سأقول لك. ولكن اللي بغيت نقول المغاربة أنت ما تتهمني إجلابا. أنت دبا ورقة محروقة. من اللي تقول المقاطعين أنهم كديحين. وكتقول المقاطعين عدو. يعني هنا ما بقى ما سأقول. غير بغيت نبين في هذا الفيديو هذا. بغيت نبين للإخوة الحقيقة. قدير واحد الإنسان اللي يخرج لكم. واحد القادية اللي بغيت نقولها مؤخرا وهو أنها تتجيني هذا. شاف راسه. مبقاش واكل. شاف أن ناس عندهم إقبال في الفيسبوك عندهم إقبال في اليوتيوب عندهم إقبال في سميتو. ولكن هو. أشنو كي يقول لهم. كي يقول لهم أنا. واحد ما تنقاس غير فق هو بالتليفون كي يخربقه كي يجمع الناس وكيدير مقاطعه. وكيدير وانا اللي كانت تعدبه كندير برنامج. فاش كتتتعدب. أشنو هو العدب اللي كانت تعدب إنتا يا. كتتزبع الله كتبشي كتتحفر بير. شنو شنو. كتتز. كتتز. كتزسيمة على ظهرك كتتخوي كميود السيمة. كت كتتزسيمة على ظهرك كتدخل الغارج. شنو كتطلع الطوب فق السطح كتتدير الضالة. كتتعذب كتتعذب كتتعارك بالهدراك. أنا كنتعذب وكندير برنامج وكده. أنا كنتعذب وكندير برنامج وكده. أنا كنتم رايقية كتتملق وصافية كتتعذب ما والو. هذه كدران خاوية. دير كنتعذب وكندير وكده. وانتدير هاد البرنامج ولا البرامج ديالك إذا كتبان في اسميتو. أنا ماشي بفلوسك. هذي كم فلوس ديال الشعب و مخابراتك سألنا لموضوع لأ starred قد يكلمون أن السي gerekiyor-querاة وواعية السبب كيف يمكن أن نقوم بأن الاعتقاد والس praise لماذا لا ي για سؤال لKSB الليل؟ لماذا لا يج Atmaud همنا لا يعلمش الجواب البسيط. أنظمة ديالهم مفرط لهم الظروف باش أنهم يوعاوا باش أنهم يقراوا باش أنهم يتربوا في النظار مغربي. الدولة ديالنا مفرط لنا نوالوا من هات شيء. وما باغينا شنوعة وما باغينا شنقرأ وما بغيتنا نبقى وجاهلين وبغيتنا بغيتنا يجيوا بحالك أنتا ويبقوا يقولوا للشعب مغريبي شعب جاهل وشعب مقاري وشعب مواعيش. لكي يضغطوا على الشعر المغربي تحية خاصة لجميع المغارب الأحرار في كل مكان وتبارك الله عليك